استكمالا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالية الشرقية تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلو جرامات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ما أسفر عن مقتل ثلاثة من المهربين هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها بكل يقاضة في تأمين كافة الاتجاهة الاستراتيجية للدولة المصرية